تبارك اسمك يا رحمن فقبلني أرجو الغفران تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك يا رحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام وعسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض وقع حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ان درع من حد من الصحابة سرقت واللي سرقها تقريبا حامت عليه الشبهات وكان شخص معروف اسمه بشير ابن قبيرق يبدو ان حد شافه وبدأت الشبهات تحومة حواليه فبدأ يعني يحاول يحل المشكلة دي انه رمل سرقه في بيت واحد يهودي اسمه زايد ابن ستنين رماها في بيت يهودي يهودي مدوش دية خلاص ما حدش هيسأل عليه ده راجل هو هكذا تصور ان اليهودي مدام يهودي خلاص مش مشكلة بقى نرمي الدرع عنده يتحاسب هو والموضوع يخلاص اللي حصل ان فعلا لما عرف ان هو اللي سرق فقال لا ده الدرع في بيت يهودي فتشوها وفعلا لقوها عنده رب العالمين سبحانه وتعالى نزل آيات من صورة النساء يبرق فيها اليهودي والراجل اللي كان سرق ده راجل من بيت من بيوت الأنصار اسمه بيت بني أبيرق راجل ده اتضح بعد كده انه كان منافق وارتد لكن مش ديه القضية اللحظة دي المشهد انه واحد من بيت من بيوت الأنصار والأنصار طبعا قيمتهم كبيرة جدا ولكن الحق كان عليه والحق كان هنا ليهودي ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات ويقول فيها ايه وما يكسب خطيئة او إثما ثم يرمي به بريئا اليهودي بريئ في المشهد ده كان بريئ ممكن يكون عنده مشاكل تانية وجرائم تانية لكن في اللحظة دي اليهودي اللي كان بريئ والرجل اللي من بيت من بيوت الأنصار هو اللي كان عليه الحق فقال ايه وثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهدانا وإثما مبينا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات في القرآن تتلى إلى يوم القيامة يبرئ فيها اليهودي وهجعل الحق على أنصاري او كان يظهر للناس انه أنصاري المعنى ده لما بيظهر في حياتنا معنى أنك تكون إنسان حقاني أن الحق يبقى هو القيمة العظمة اللي بتحاول تظهرها حتى لو كان على حسابك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنقانوا قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ميزان الحق يكون هو الهدف يكون هو ده المقصد اللي لازم تسعى إلى تحقيقه حتى لو كان الحق ده على أقرب الناس إليك المعنى ده مش هيجي في حياتنا إلا لما نعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمه الحق اسم الله الحق لما تعرف أن ربنا هو الحق وهو الذي جعل كل شيء في كونه بالحق حتى أعظم الأشياء متعلقة بيك انزل الكتاب إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الآيات اللي نزلت متعلقة بالموقف اللي قلناه انزل الكتاب أنزله الله بالحق يقص الحق يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى المعنى ده مهم جدا إنك تستشعر أن الله هو الحق وأنه يهدي للحق وأنه يقذف بالحق على الباطن فيدمغه وأنه خلق السماوات والأرض بالحق وأن قوله الحق وأنه أرسل النبيين بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا شوف تكرار كلمة الحق في القرآن 287 موضع في القرآن ربنا يقول لك الحق وهو يسمي نفسه الحق فتعالى الله الملك الحق فذلكم الله ربكم الحق فتعالى الله الملك الحق توردوا إلى الله مولاهم الحق هناك الولاية لله الحق لله الحق عشر مرات يأتي الإسم في حق الله و287 مرة تأتي الكلمة في القرآن لازم تلفت نظرنا لازم نعرف أن الإسم ده بقى لازم يبقى له باركة في حياتنا تبارك اسمك لازم نشوف إيه البركة في إسم الله الحق إسم الله الحق معناه ببساطة الحق هو الصواب المطلق هو ما تيقنت منه يقينا دامغا وصار حقا لا شك فيه لذلك كان الرسل بقوله إيه أفي الله شك لأن ربنا الحق أفي الله شك فاتر السنوات والأرض ولذلك كان يقوله الحق والمتحقق كونه وجوده فكل ما صح وجوده هو حق لذلك كل حاجة متعلقة بربنا كتابه السنوات والأرض الحكم بين الناس كله دايما بيأتي لتحكم بين الناس بما أراك الله إن أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس لازم تبقى كلمة بالحق تأتي دايما مع الصواب مع العدل مع ما أراده الله عز وجل وعكسه بقى قال أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبين تلاقي لعب ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بالحق يبقى عكذب لعب باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أي حاجة ضد الحق هتلاقيها باطل كذب لعب افتراء لكن الحق هو ما أراد الله عز وجل أن تكون هي القيمة اللي بنعيش بها في حياتنا إنك تكون إنسان حقيني شوف النموذج اللي بدأت به واحد من الأنصار هو اللي هيتهم هو اللي هيقام عليه الحد هو اللي هيتقلم أنه سرق وأحد يهولي هينجو بس مدام دا الحق يبقى نعمله مدام دا الحق يبقى يقدم لذلك كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقدم القيمة دي في حياتنا كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء يقول اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم يطلب من ربنا دا يطلب من ربنا أنه يهديه للحق وأنه يبين له الحق ويقوله دايما في أذكاره كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقائك الحق بيعدد الحاجات اللي هي حق لا يأتيه الباطن بيعدد الحاجات اللي لازم الإنسان يبقى عارف إن هي دي الحق ويرسخها في قلبه شفت بدأ كده تايي؟ أول حاجة أنت الحق يقر بها النبي صلى الله عليه وسلم لازم بركة الحاجة دي تيجي في حياتنا إنك تبقى عارف إن ربنا الحق النهاردة في زمن بقى فيه شبهات بقى فيه حاجات بتشكك في الثوابت بتشكك في وجود الله بتشكك في القرآن بتشكك في السنة فأنت لازم تبقى عارف بقى تبدأ كده تثبت الحقائق في حياتك ولو مش واضحة بالنسبة لك تبحث عنها وتبذل وسعك من بركة اسم الله الحق إنك تسعى لمعرفة الحق شوف خير الخلق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهدني اللي مختلفة فيه من الحق ونلاقي نمازج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها الكلام ده وبيحاول إنه يثبته وبيحاول ده بيقول المشهد ده مثلا ليه ربنا سبحانه يعني نزل القرآن طيب ما كان الموضوع ممكن يتحل في السنة ما كان الموضوع ممكن ربنا سبحانه لا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الراجل ده هو اللي سرق لكن لا ده تثبت في القرآن عشان يفضل المبدأ هو الأصل الحق حق إن دايما تطلب الهداية إلى الحق وإنك تثبت هذه الحقائق وتقر بها إلى الله عز وجل وتقول دايما ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق كل حاجة عمال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر فيها كلمة حق حق ليه؟ عشان يرسخ المعنى ده في قلوبنا إيه الحقائق اللي في حياتنا هي ماشية كده ولا فيه ثوابت ولا فيه حاجات واضحة طب لو مش واضحة بنبذل جهد عشان إحنا لما بنبقى في الدنيا عشان نشتغل وظيفة ولا عشان نروح مشروع بنبدأ وإحنا صغارين بندرس وبنشوف وبنقدخل ابتدائي وإعدادي وسنة وحاجات من دي طب إيه اللي بدلناه عشان نوصل إلى الحق إيه اللي عملناه سيدنا سلمان الفريسي سافر مشارق الأرض ومغربها قصته عجيبة جدا كل ما يسمع أن فيه حتة فيها واحد يعرف الحق يروح له ويلائف طريقه ناس ما كمشكه أي سين وقام يلاقي راهب كان بيأكل أموال الناس ومع ذلك ما يرتدش عن الحق ويبحث عن الحق لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الحق إنك تبدل من بركة اسم الله الحق إنك تبدل وسعة للوصول إلى الحق وإنك تقبل الحق إذا جاءت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس إنك ترد الحق ده كبر فتبدأ من آثار إيمانك باسم الله الحق إنك تقبل الحق وإنك تظهر الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إنك تكون دايما لو حتى الحق ده على ناس بتحبوهم لو عليك تظهر الحق وتنصر الحق وتبدل وسعك للوصول إلى الحق ببساطة وباختصار تكون حقاني لأنك عارف أن الله هو الحق وأنه سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق وأراد أن يعم الحق في حياتنا تكون من أهل الحق وتبدل وسعك لذلك أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى الحق وإلى ما اختلف فيه من الحق جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك اسمك يا رحمن فاقبلني أرجو الغفران تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك يا رحمن شكرا